السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ورحبا طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز الجزئية رقم 6 من شبط الرقم 2 بتتكلم عن تأثير الحرارة على السيرموبلاستيك نحن قلنا قبل كده أن السيرموبلاستيك يلين بالحرارة، يتشكل بالحرارة، يقبل التشكيل بالحرارة فهل لهذا الحرارة حدود؟ نعم، هناك حدود لدرجة الحرارة أول حد من حدود الحرارة هو Degradation Temperature يعني The Temperature above which a polymer burns, shares or decomposes يعني إيه الكلام ده؟ قال لك أن هي درجة الحرارة الأعلى منها يحصل أن البوليمر إما أنه يتحرق أو يتشرق أو يتحلم طب تعالي نشوف الحد الثاني من درجة الحرارة قال لك الـ Glass Temperature The Temperature range below which is a amorphous polymer assumes a rigid glass structure يعني إيه الكلام ده؟ قال لك هي درجة الحرارة اللي أقل منها، تمام، بيحصل إيه للبوليمر؟ قال لك بيفترض أنه هو بيكون الـ Structure بتاعه زي الـ Glass بالزبط، يعني زي الإزاز طب إذا كان الـ Structure بتاعه زي الإزاز هيبقى flexible؟ قال لك لأ، هيبقى rigid، تمام؟ يعني عندي درجتين حرارة بتحرك فيهم أدي الـ Degradation Temperature وأدي الـ Glass Temperature طيب أنا بشتغل في بين هذه الحرارة، لا أقدر أعلى عندي، ولا أقدر أقل عن الـ Glass Temperature تعالي نشوف المفهوم ده قال لك أنا المنحنة اللي قدامي أبارة عن Adel Cooling Time وعندي هنا الـ Temperature، تمام؟ قال لك لو أن الـ Emorphous Material أو Polymer بمعنى صح، هي في الـ Liquid State بتبقى فوق الـ Melting Temperature، بتبقى في الـ Liquid State، تمام؟ قال لك طب لو كانت في الـ Liquid State وحبتها بردها تبريد سريع، معناها أنها تاخد وقت إليه، طب كويس؟ فأول مرحلة لما بردها للمرحلة اللي هي بين درجتين الحرارة، اللي هي الـ Melting Temperature اللي هي في نفس الـ Melting Temperature، هي عبارة عن هي برضو Degradation Temperature، تمام؟ قال لك في المرحلة دي لو هي بردتها لدرجة حرارة اللي بينهم، هتبقى Emorphous Structure، تمام؟ طب إذا كانت Emorphous Structure، قال لك يبقى حركة الـ Chain حركة تحت إجهاد، يعني تتحرك حركة بطيئة، طيب، ولو زيت في التبريد لغاية تحت الـ Glass Temperature، قال لك طب هي هتبقى الاستراكشة بتاعها جلاسي، يعني تبقى حركة محدودة جدا، تمام؟ يعني تبقى المادة ريجد، طيب، لما جا شوف إن أنا، لو أنا بردتها بطي، يعني المادة خدت وقت طويل، قال لك المادة هتبقى Crystal Line، تمام؟ ويبقى صعب بعملية الحركة بتاعة الـ L-Chain، طيب، تعالوا نشوف إن عكاس ده على حالة المادة نفسها، أدي عندي الـ Glass Temperature أهي، أو الـ Glass Temperature، وأدي الـ Melting Temperature، اللي هي مقابل الـ Degradation Temperature، قال لك المادة قبل الـ Glass Temperature ريجد، يعني المادة نشفة، طب لو أنا زودت لها درجة الحرارة شوية، قال لك هتبدأ المادة تلين معايا شوية وتبقى قابلة للتشكيل، لكنها تبقى عاملة زي الجلد، تبقى كمام جلدة، طب ولو زدت درجة الحرارة كمان، قال لك هتفك شوية المادة من بعضيها، وبدل ما تبقى مجلدة تبقى عاملة زي الـ Rubber، يعني تمط معايا وتبقى قابلة للتشكيل، قال لك تب لو زدت درجة الحرارة عن الـ Melting Temperature، أو بعدها قال لك المادة هتبقى لازجة، لأن خلاص المادة هتبقى سيلة، لكن سيلان إن هو تبقى المادة لازجة، ما تبقى السيلة مثلا زي أي سائل إحنا نعرف.